تأكيد الحدث الأكبر والأهم مباراة الأهلي والتراجي يوم السبت شايفها إزاي بشكل عام؟ شايف السيناريو هيبقى عامل إزاي بشكل عام؟ السيناريو أكيد كل جماهير نادي الأهلي مطالبة يعني مطالبة وكل محبي نادي الأهلي بمجلس الإدارة بتطالب اللعيبة بالجهاز الفني وتعايل بطولة الـ 12 وها بطولة مش جديدة على النادي الأهلي أكيد هيبقى فيها ضغوط كبيرة على اللعيبة ودي هنا كيمو لما بنروح لها بتبقى كيفية تعامل اللعيبة يوم المباراة أو حالة اللعيبة يوم المباراة دايما النهائيات سواء في الدايما النهائي النهائي بيبقى على شطين شط خارج الأرض وشط في ملعبك لكن الضغوطات اللي بتبقى موجودة على اللعيبة كيفية تعامل اللعيبة معها هتبقى عاملة إزاي الطريقة اللعبة اللي هيلعب بها الرجل عام زي فيه أحداث كتير جدا بتحصل أو حاجات ما بين السطور بتحصل في خلال الإسبوع ده أكيد اللي على دراية كاملة بيها هو الموديل الفني الموديل الفني وده اللي اتكلمت فيه الفترة الأخيرة إن إزاي الراجل هيتطلع اللعيبة من الضغوطات الكبيرة اللي عليها لأن ده ظهر في المباراة الأولانية ده حتى أثر على نتيجة المباراة أثر على أداء الفني للمباراة ما بين الفرقين فرقين كبار ترجي بعكس الناس ما بتقول لها الترجي فرق كوي جدا دفاعيا وهجوميا عندهم مدرب عامل شخصية الفريق ترجي بعكس السنين السابقة أكيد الترجي فريق يحترم ولازم ده يوصل للعيبة بالجهازة ترجمة نانسي قنقر